العمل ليس معنى حب العمل هو حب للدنيا أبدا يعني كثير من الناس يتبادر إلى أذهانها أنه الإنسان الفقير التعبان أفضل رغم أنه كما تعلم أغلب الصحابة كانوا من الأغنياء نعم والغنى يعني محبغ عندما يكون طبعا المال حلال والعمل يعني العمل لله سبحانه وتعالى وأنت تعرف قصة الرجل الذي أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم مالا فاشترى به شاء ثم بعها بدرهمين فأتى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم اللهم بارك له فيه فقال إذا مسك التراب كما قالوا يعني يقلب ذهبا إذن الحث على العمل ليس لا يتناقض أبدا من الجانب الديني أبدا أو من باب حب الدنيا فقط وتقديمه على الآخرة كيف يمكن هنا السؤال أن نوازم بين العمل والعبادة كيف يمكن أن نجعل من العمل عبادة طيب أولا لا يوجد هناك مطلقا نعم تضاد بين العمل وبين العبادة تمام لأنه ببساطة شديدة العمل عبادة ولكن أي عمل يعني دائما نقول العمل الذي يفتغى به وجه الله سبحانه وتعالى الذي فيه صلاح للناس في أمور دينهم ودنياه هذا العمل لا يوجد أبدا تناقض بينه وبين الدين وحين ننزل هذا المعنى على أرض الواقع وكثير من الناس ما يسألون دائما بحكم هذا العمل لا يستطيعون الصلاة عبادة الصلاة هي العبادة الوحيدة الذي جعل الله سبحانه وتعالى لها مواقيت محدودة في اليوم والليلة قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يعني له مواقيت وهو بالتالي حينما يعمل في أي عمل دائما ما تكون عنده هذه الإشكالية كيف أصلي أثناء العمل وكأن هذا للأسف يعني كأن أمور الدين كلها وأمور العبادة كلها اجتمعت في الصلاة ها هنا والعمل هو خارج نطاق العبادة أقول له يا أخي أنت إتقانك للعمل عبادة حينما تحفظ على مواقيت الحضور والانصراف هذه عبادة حينما تتقن العمل الذي تعمله وتحفظ سره وتحفظ سر هذا العمل فهذه عبادة النية كما ذكرت إذا خرجت بنية العفاف نية سد حاجتك عن الحرام حاجت أهلك مرة شافة قوي على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا لو كان هذا في سبيل الله فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ويصحح المفهوم فقال إن كان خرج يجري على أولاده صغارا فهو في سبيل الله إن خرج يعني يعول والديه فهو في سبيل الله إن خرج يريد أن يعف نفسه فهو في سبيل الله ولا شك أن الإنسان من في حال هذه الحالات التي وطحها النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج عنها يعني الإنسان يخرج ليعول نفسه ليعول بيته ليعول أسرته ليعول أهله سواء بالداخل أو بالخارج يعني هناك هذه الأعمال التي يكون بها الإنسان يريد من ورائها أن يعف نفسه عن أن يمد يده للناس يعف نفسه عن السؤال يمد فجاء هذا الخطاب النبوي من النبي صلى الله عليه وسلم ليصحح هذا المفهوم فحينما يأتي أحد إخواننا ليسأل أنا أعمل عند شركة معينة وأريد أو جاء وقت الظهر وجاء وقت العاصر لا أستطيع أن أصلي ماذا أفعل هذا العمل يناقض العبادة هذا العمل لا يناقض العبادة مطلقا ولذلك دائما نقول الشريعة جاء بها من اليسر ما لم يكن له حد ماذا يفعل في هذه الحالة ماذا يفعل نعم نقول له دائما تعال أنت أولا قيوم نفسك يعني إيه قيوم نفسك يعني أنت الذي لديك الأمور التي بحكمها نفتيه فإذا كانت لك وقت استراحة وهذه الأوقات أنت مخول لك أن تفعل فيها كل شيء بما فيها الصلاة ممكن يكون لك وقت استراحة وغير مخول لك أنك تصلي بحكم صاحب العمل تتبالك من هذه النقطة يعني صاحب العمل يقول لك أنت في استراحة لكن لا تصلي لا نريد أحد يصلي وهذه تقع في نفس إخواننا يعني أمرا عظيما نقول له يا أخي هون عليك أنت معذور لأن صحة الصلاة تشترط طهارة الثياب وطهارة البدن وطهارة المكان فإذا كان لك من السلاسة الأمر وأذن لك صاحب العمل نقول له تعالى أنت أنت قيوم نفسك بمعنى إيه أن الوقت الذي تأخذه استراحة هذا يكفي لصلاة الظهر والعصر أم لا يكفي تستطيع أن تصلي الظهر والعصر أربع ركعات كلهم في وقتهم ولا تقصر الصلاة ها هنا أم تجمع الصلوات تجمع الصلوات فيجوز له أن يجمع الظهر والعصر إما جمع تقديم وإما جمع تأخير بلا قصر ويجوز له أن يجمع المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير بلا قصر فبنقول له أنت ها هنا تستطيع أن تكون هناك مرونة وفق حالته فإذا كان لا يستطيع إطلاقا أن يصلي وتضيع عليه أوقات الظهر والعصر أو المغرب والعشاء أو سلاسة أوقات أو أربع أوقات متتالية لا شيء عليك أنت هنا في حكم المضطر وفي حكم المقرأ فأنت حين ترجع إلى بيتك ويقول لديك من الوقت ويقول لديك من الساعة أن تؤدي هذه الفرائد صلها بالترتيب ولا شيء عليك فعبادتك وعملك هذا عباد ومحافظتك على الصلاة في أوقاتها عبادة وتجزى عليها بنيتك إن استطعت أن تفعلها فبها وإن لم تستطع لا يترك العمل مقابل لا يترك العمل نعم إذا ترك العمل مقابل ماز يعني يترك العمل مقابل ماز هذا العمل هو أوقات العمل ملك لمن صاحب العمل صاحب العمل فإذا كنت تريد أن تأخذ لنفسك أوقات لتكون بها بعبادة فلابد أن يأذن صاحب العمل تمام إن أذن لك إن أذن لك بموجب هذه الاستراحة أن تفعل ما تشاء فيها فأنت بهذه الحالة وجب عليك الصلاة وإذا لم يأذن لك فلا تجب عليك الصلاة في هذا الوقت إنما تجب عليك متى تيسر لك الوقت لذلك إذن هو الأمر أمر تنظيم وتخطيط للوقت دائما نقول أن العبادة يضعونها أو يجملونها في قضية الصلاة فقط لأن الصلاة محددة بأوقات معينة هذا هو السبب ولكن عملك هذا أيضا نوع من أنواع العبادة طلابنا حين يذهبون أبناؤنا حين يذهبون إلى المدارس وحين يذهبون إلى الجامعات وفي يوم الشتاء القصير الذي تتراقم فيه الأوقات الأربع سواء كانت الظهر والعصر والمغرب والعشاء في ساعات معدودة ولا يستطيع أن يصلي بحكم أنه في الجامعة والمحاضرات المتتالية ولا يوجد مكان للصلاة ولا يوجد وقت للصلاة نقول له أنت على باب عبادة أنت خرجت في طلب العلم وهذا الذي يطلب العلم إنما هو في عبادة وهذا الذي يتعلم إنما هو في عبادة وهذا المعلم الذي يقوم بتعليم الأبناء هو في عبادة تمام؟ أنت في عبادة لكن في وقت الصلاة إذا لم يتاح لك الوقت المسموح للصلاة فأنت في حل منها إلى أن يتاح لك هذا الوقت فتؤدي الذي عليه هذا ما أردنا دائما أن نقول لإخواننا يعني دائما لا تجعلوا العبادة كلها في فرضية الصلاة فقط فأنت أصلا على باب من أبواب العبادة وهي هذا العمل الذي تقوم به إذن العمل كما ذكرنا هو تنظيم في هذه المرحلة